أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل قرعة كأس العالم للأندية بشكل كامل على كل منصة فيفا الرقمية وستكون متحة في كل دول العالم وتترقب الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 مراسم قرعة النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في مدينة جدة سعودية بحضور ممثل الفرق المشاركة في البطولة وعلى رأسها الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا وقال الاتحاد الدولي في بيان له إن خيم يارزا مدير بطولات فيفا سيقوم بإجراء السحب بينما ستقوم سامنثا جونسن بتقديم الحفل وستتم مساعدتهم من قبل لاعبين سابقين ظهروا سابقا في كأس العالم للأندية أمثال يا ياتوريه بطل المسابقة مع برشلونة في 2009 وأحد أبرز الأسماء في تاريخ مانشستر سيتي مساعدا بارزا في إجراء القرعة وأضاف سيكون مناف أبو شقير ممثلا عن فريق اتحاد جدة بعد مساره الرائع مع النادي السعودي الذي تووج فيه ببطولة دوري أبطال آسيا مرتين وخاض فيه نصف نهائي كأس العالم للأندية 2005 تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة سعودية في الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء وستكون مذاعة عبر الموقع الرسمي للفيفا والقناة الرسمية على يوتيوب بالإضافة إلى جميع المنصات الرقمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي وتستضيف المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها العشرون والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة سبع فرق من مختلف القارات إذ أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف نسخة 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تأتي استضافة السعودية للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية لتصبح سادس دولة تستضيف البطولة بعد البرازيل واليابان والإمارات العربية المتحدة والمغرب وقطرة يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية سبع فرق تم تحديد ستة منها مع تبقي بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا لبرتدوليس في الرابع من نوفمبر المقبل الأهلي الفائز بدور أبطال أفريقيا 2022-2023 منشستر سيتي الإنجليزي الفائز بدور أبطال أوروبا 2022-2023 أوراو الياباني الفائز بدور أبطال أسيا 2022 ليون المكسيكي الفائز بدور أبطال الكونكا كاف 2023 أوكلاند سيتي النويزيلندي الفائز بدور أبطال أوقيا نوسيا 2023 الفائز بلقب كوبا لبرتدوليس الممثل لأمريكا الجنوبية وسيتم تحديده الرابع من نوفمبر المقبل اتحاد الجدة السعودي من الدولة المضيفة للبطولة وحامل لقب الدوري وأنهى الاتحاد الدولي بيانه سيشهد اليوم لاثنين حدثا مهما وهو إطلاق الشعار الرسمي للبطولة بالإضافة إلى الإعلان عن جدول المباريات غدا الثلاثاء بعد مراسم القرعة ترجمة نانسي قنقر